مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية درسنا لهذا اليوم في مجال العقيدة الإسلامية في صفحة الكتاب رقم 46 درسنا لهذا اليوم بعنوان أبرز خصائص رسالة الإسلام أهدافنا لهذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تتعرف كيف كانت حياة الناس العقدي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن توضح المراد بربانية الرسالة الإسلامية وأن تدلل على عالمية الرسالة الإسلامية وأن تستنتج مظاهر شمولية الرسالة الإسلامية وأن تعدد فوائد تطبيق الرسالة الشريعة الإسلامية التهيئة قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس أشهرا ونذيرا عزيز الطالب من الآيتين السابقتين استنبط بعض صفات الرسالة الإسلامية رائعين أحسنتم نستنتج عالمية الرسالة الإسلامية وهذه خاصية من الخصائص التي سنتناولها في هذا الدرس لهذا اليوم ننتقل إلى الهدف الأول من أهدافنا لهذا الدرس وهو أن يتعرف الطالب كيف كانت حياة الناس العقدية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عزيز الطالب هذا الفيديو واستنتج لتجيب عن الأسئلة التالية بعد مشاهدتك للفيديو السابق أجب عزيز الطالب وضح كيف كانت حال الناس العقدية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصبحت حالهم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام نعم حسنتم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت الوثنية والشرك وحرفت الأديان السماوية وعبدت القبائل الأصنام والأوثان وتركت القبائل دين إبراهيم عليه السلام أما حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رائعين خرجوا من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعتها وخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى وحده التقويم البنائي نغلق هذا الهدف مع السؤال الأول من أسئلة التقويم في صفحة الكتاب رقم 51 أولا وضح الآتي كيف كانت حالة الناس العقدية قبل بعثة النبي من يجيب أحسنتم رائعين هيا عزيز الطالب دون الإجابة في كتابك وما حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رائعين خرجوا من الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى وحده أيا لندون الإجابة عزيز الطلاب أحسنتم ننتقل إلى الهدف الثاني من أهدافنا لهذا الدرس وهو أن يوضح الطالب المراد بربانية الرسالة الإسلامية امتازت الرسالة الإسلامية بجملة من الخصائص اذكر ثلاثة منها أولا الربانية ثانيا العالمية ثالثا الشمولية هذه أبرز الخصائص التي سنتناولها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى اختبر ذاكرتك عزيز الطالب لتتذكر ما هي خصائص الرسالة الإسلامية الثلاث التي سنتناولها في هذا الدرس الخاصية الأولى الربانية ما المقصود عزيز الطالب بربانية الرسالة الإسلامية؟ أحسنتم أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غايته وأهدافه منهج رباني خالص أحسنتم أعلّل عزيز الطالب المنهج الإسلامي منهج رباني خالص لماذا المنهج الإسلامي منهج رباني خالص؟ نعم لأن مصدره وحي من الله تعالى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ما الثمار المترتبة على ربانية الرسالة الإسلامية؟ يترتب على كون الرسالة الإسلامية ربانية مصدرها وحي من الله تعالى مجموعة من الثمار والفوائد فما هي؟ أولاً أن الرسالة الإسلامية معصومة من الخطأ أي لا يوجد خطأ فيها لأن مصدرها وحي الله تعالى وكذلك أنها عادلة فهي صادرة عن رب سبحانه عادل في حكمه وأيضاً رقابتها على سلوك الإنسان كاملة وهذا الذي أضفى على هذه الشريعة وهذه الرسالة صفة التقدير والحب والإحترام السؤال علل تحظى تشريعات الإسلام بصفة التقدير والحب والإحترام لأن المسلم أعزائي الطلاب يعتقد أنه يتعبد ربه سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يراقبه ويحاسبه انظر رقابتها على سلوك الإنسان كاملة أحسنتم أعزائي الطلاب حاول عزيز الطالب أن ترجع بالفيديو قليلاً وأن تختبر ذاكرتك في الإجابة على هذه الأسئلة التقويم البنائي نغلق هذا الهدف ما المقصود بربانية الرسالة الإسلامية علل المنهج الإسلامي منهج رباني خالص ما الدليل على ذلك الآية التي ذكرناها قبل قليل ما الثمار المترتبة على ربانية الرسالة الإسلامية ولماذا تحظى الشريعة الإسلامية بصفة الحب والاحترام والتقدير هيا عزيز الطالب أجب عن هذه الأسئلة سنتم ننتقل إلى الهدف الثالث وهو أن ندلل على عالمية الرسالة الإسلامية وهي الخاصية الثانية في درسنا لهذا اليوم ما المقصود بعالمية الرسالة الإسلامية وما الدليل على ذلك نعني بعالمية رسالة الإسلام أن رسالة الإسلام للناس كافة تشمل كل سكان الأرض جميعا بوصفهم وحدة واحدة أما الدليل على ذلك فقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي لجميع الخلق وقوله تعالى في بداية سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سنتم والدليل الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا ما ميز الرسالة الإسلامية عن غيرها من الرسالات علل عزيز الطالب تعتبر الرسالة الإسلامية رسالة عالمية لماذا رسالة الإسلامي رسالة عالمية لأنها أولا أحسنتم للناس كافة ثانيا تستجيب لحاجات البشر جميعا ولأنها تشمل كل سكان الأرض نعم حكمت الشريعة الإسلامية كثيرا من شعوب العالم لماذا تميز حكمها عن غيرها من الشرائع والأديان فكروا مليا أعزائي الطلاب نعم ساد العدل والازدهار في ظلها وهذا ما ميزها وألغيت عوامل التفرقة والتمييز العنصري بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأطيافهم وأعراقهم ألغيت كل جميع عوامل التفرقة لدينا هذا النشاط أعزائي الطلاب بالتكامل مع مادة اللغة العربية بين معاني كلمتي خاصة وكافة وما دلالة ذلك على صفة العالمية للرسالة الإسلامية قلنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وكافة نتذكر الآيات التي تدبرناها قبل قليل نعم لفظ خاصة يقابل لفظة عامة أي أنه عكسهم وهذا يعني أن الرسالة تعم جميع الناس ولا تخص طائفة محددة منهم نغلق هذا الهدف ما المقصود بعالمية الرسالة الإسلامية وما الدليل على ذلك؟ عد بالذاكرة عزيز الطالب لما تحدثنا عنه قبل قليل لتجيب عن هذه الأسئلة ما الدليل؟ ذكرنا ثلاثة أدلة تدبرها جيدا وحفظها عزيز الطالب علل تعتبر رسالة الإسلامية رسالة عالمية وأيضا تحدثنا عن حكم الشريعة الإسلامية أنها حكمت كثيرا من شعور بالعالم لماذا تميز حكمها عن غيرها؟ تحدثنا عن أمرين هنا وأيضا مع هذا السؤال ما المراد بعالمية الرسالة في أسئلة التقويم؟ نجيب عن هذا السؤال أي أنها رسالة للناس كافة بوصفهم وحدة واحدة ننتقل إلى الهدف الرابع من أهداف درسنا لهذا اليوم اقرأ في كتابك واستنتج عزيز الطالب نستنتج مظاهر شمولية الرسالة الإسلامية الشمولية وهي الخاصية الثالثة لرسالة الإسلام التي نتناولها في درسنا لهذا اليوم ما المراد وماذا نقصد بشمولية رسالة الإسلام؟ أن الرسالة الإسلامية أحاطت بكل جوانب الحياة عدد مظاهر شمولية الرسالة الإسلامية شمولية الرسالة الإسلامية مظاهر متعددة اذكر ثلاثة أو اثنين أو أربعا منها أولا أنها تجيب عن جميع الأسئلة الإنساني عن الخالق والكون والحياة وأيضا أنها تشتمل على الأحكام العملية المتعلقة بحياة المكلف في الدنيا والآخر وأيضا أنها شاملة لجميع مناح الحياة الروحية والمادية والفردية والجماعية والدينية والسياسية والاقتصادية هيا حباي الطلاب من يشارك نعم تنظم علاقات الإنسان مع خالقه ومع نفسه وأسرته ومجتمعه والمجتمعات الأخرى إذن تذكر علاقتين من العلاقات التي نظمتها الشريعة الإسلامية يلا أحسنتم نظمت علاقة الإنسان مع خالقه ومع نفسه ومع أسرته ومجتمعه والمجتمعات الأخرى لدينا هذا النشاط أستنتج وأناقش استنتج بعض الثمرات لخاصية الشمولية في حياة المسلم وكيف تسهم في تنمية الإنسان المتوازن مع نفسه ومع المجتمعات الأخرى نعم أنها تنشئ إنسانا متوازنا في نفسه وفي تعامله مع الآخر وفي نظرته إلى الكون والحياة لماذا؟ من أين أتى ذلك؟ لأنها أعطت الإنسان تصورا كاملا عن هذا الكون والحياة وأجابت عن كل شيء في ذهن الإنسان ونظمت جميع العلاقات والأحكام كما ذكرنا قبل قليل أحسنتم عزيزي الطلاب لدينا هذا النشاط التفاعل عزيزي الطلاب قم بإيقاف الفيديو هنا أو قم بمسح الرمز ثم أجب عن النشاط التفاعلي وعندما يطلب منك البرنامج إدخال اسمك قم بإدخال اسمك أولا ثم صفك ثم المجموعة التي تنتمي إليها وهذا النشاط في صفحة الكتاب رقم 49 من خلال الآيات الكريمة الآتية نتأمل الآيات ونتدبرها عزيزي الطلاب نستنبط خصائص أخرى غير التي تحدثنا عنها في هذا الدرس لرسالة الإسلام قال تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ما الخاصية التي يمكن أن نستميجها من هذه الآية لرسالة الإسلام نعم أن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع السابقة ومهيمنة عليها ثانيا قال تعالى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سنتم يسر الرسالة الإسلامية ثالثا قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما الرسالة التي نستنتجها من هذه الآية ما الخاصية التي نستنتجها من هذه الآية أحباء الطلاب هيا تأملوا وتدبروا نعم الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَةِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ما الخاصية التي تتحدث عنها الآية نعم حفظ رسالة الإسلام من التحريف فالله عز وجل تكفل بحفظها من التحريف نغلق هذا الهدف مع السؤال الخامس من أسئلة التقويم من مظاهر شمولية الرسالة الإسلامية أنها تنظم علاقات الإنسان حدث خمسا من العلاقات التي نظمتها الشريعة الإسلامية نعم نظمت علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع أسرته ومع مجتمعه ومع الكون بما فيه من حيوان ونبات وجمات ننتقل إلى الهدف الخامس والأخير من أهدافنا لهذا الدرس وهو أن نعدد فوائد تطبيق الشريعة الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية عزيز الطالب فوائد كثيرة اذكر ثلاثة أو أربعة أو اثنتين منها أولا انتشار العدل ثانيا إحساس الجميع بالأمان أي عزي الطلاب استعمل الكتاب من يجيب نعم تحقيق السلام الاجتماعي رائعين وكذلك تحقيق الحياة السعيدة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع نعم تطهير المجتمع من الأوبئة وصيانته من الانحلال رائعين سادسا تنمية الرقابة الذاتية للالتزام بالشرع والقانون لأن الإنسان يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى وأنه يراقبه ومطلع على أعماله وأنه سيحاسبه على هذه الأعمال يوم القيامة سابعا تشجيع العمل البناء والمثمر والإيجابي نغلق هذا الهدف مع السؤال السادس لتطبيق الشريعة الإسلامية فوائد كثيرة في تقدم المجتمع اذكر ثلاثة منها نتذكر عزيز الله العدل في المجتمع إحساس الجميع بالأمان وأيضا تنمية الرقابة الذاتية لدى الأفراد في المجتمع سنتم رائعين دون إجابتك عزيز الطالب في صفحة الكتاب رقم اثنان وخمسون الغلق الختامي لهذا الدرس تذكر عزيز الطالب عدد خصائص الرسالة الإسلامية تحدثنا عن ثلاثة خصائص في هذا الدرس اذكر فائدتين من فوائد تطبيق الشريعة الإسلامية حاول أن تجيب على هذه الأسئلة بمفردك عزيز الطالب واختبر ذاكرتك انتهى الدرس أعزيز الطالب شاكرا لكم حسن إصغائكم وإلى لقاء قريب بكم بإذن الله تعالى وأنتم بموفور الصحة والعافية وجزاكم الله كل خير لا ننسى الواجب عزيز الطالب حل النشاطي ونظم تعلمي في نهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته